الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان توقف حديثنا في باب الإيجارة يقول البعلي رحمه الله في باب الإيجارة فصل ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه قال الشرح الفوزان حفظه الله قوله ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد أي إن المؤجر يستحق الأجرة وتثبت بنفس العقد والمستأجر يستحق المنفعة بنفس العقد كذلك كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع وكما يجب الصداق بعقد النكاح وعلى هذا تكون الأجرة حالة من حين العقد لأنها عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق فإن اتفق على تأجيلها جاز لأن إيجارة العين كبيعها وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل وقوله ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه أي وإن كانت الأجرة مقابل عمل في الذمة كبناء دار وخياط الثوب لم يجب تسليم الأجرة حتى يتسلم المستأجر العمل وإن وجبت العجرة بالعقد لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجرة أجرة قبل أن يجف عرقه ولأن الأجرة عوض فلا يستحق تسليم العوض إلا مع تسليم المعوض كالصداق وثمن المبيع وفارق ذلك الإيجارة على الأعيان كدابة يركبها أو دار يسكنها لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ومتى كانت الإيجارة على عمل في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم مقامها فيتوقف استحقاق تسليم الأجرة على تسليم العمل فإن استأجره في كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه إلا الرضي بتأخير أجرته إلى نهاية الأيام فلا بأس وقول المؤلف ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه كأن فيه سقطا ولعل صوابه ما لم تؤجل الأجرة المعينة على عمل في الذمة فحتى يسلمه لأن قوله في الذمة ليس وصفا للأجرة لأن الأجرة لا توصف بكونها في الذمة وإنما هو وصف للعمل كما يستفاد من كتب المذهب ثم إن الضمير في قوله يسلمه لا مرجع له في الكلام إلا بعد التصويب المذكور لأجل أن يعود إلى العمل قال البعلي رحمه الله ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله قال الشارح الفوزان الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل وهو الذي يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد لا يختص بنفعه أحد بل يشتركون في منفعته واستحقاقها فلذا سمي مشتركا كالخياط والقصار وهو الغسال والحمال والطباخ والخباز والنجار والحداد والسباك والكهربائي ونحوهم فيضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله أي بجنايته كتخريق ثوب وغلط في تفصيله وكإفساد طباخ طبيخه وخباز خبزه ونحو ذلك لأن عمله مضمون عليه لكون لا يستحق العوض إلا بالعمل فإذا أخطأ ولم يؤدي العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان وظاهر كلام المصنف أنه يضمن مطلقا سواء كان التلف بخطأه وغلطه أو كان بتعديه والقول الثاني أنه لا يضمن إذا لم يتعد لأنه مؤتمن فهو كالمودع والأجير الخاص وعامل المضاربة قال صاحب الإنصاف والنفس تميل إليه وعلى هذا فالصحيح أن الأجير لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط سواء كان أجيرا خاصا أم مشتركا قال البعلي رحمه الله لا من حرزه والخاص ما تعدى فيه قال الشارح الفوزان قوله لا من حرزه أي لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من حرزه إما بعدو أو غرق لأن العين في يده أمانة أشبه المودع وهل له الأجرة فيما عمل في هذه المسألة خلاف قال ابن عقيل له الأجرة مطلقا وقواه في الإنصاف لأن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فيجب أن لا ينضي عمل الصانع باطلا وهذا هو الأظهر إن شاء الله لأنه قام بالعمل الذي استؤجر له فاستحق عوضه والقول الثاني ليس له أجرة لأنها إنما وجبت في مقابل العمل وكأن القائل بذلك رأى أن يشترك في المصيبة وقوله والخاص ما تعدى فيه الأجير الخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها لا يشاركه فيها أحد كمن استؤجر لبناء جدار في مدة معينة كيوم أو استؤجر لخدمة كشهر مثلا يحرث أرضا أو يكيل طعاما أو يسقي زرعا ونحو ذلك وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة فهذا لا يضمن ما تلف في يده كما لو انكسرت الآلة التي يحرث بها أو احترقت الوسيلة التي يسقي بواسطتها لأنه نائب المالك في صرف منافعها فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل فإن تعدى بأن تعمد الإتلاف ضمن لإتلافه ما لغيره على وجه التعدي كسائر الأمناء ولأنه صار كالغاصب قال البعلي رحمه الله ولا ضمان على حاذق بغير جناية وهي لازمة قال الشارح فوزان قوله ولا ضمان على حاذق بغير جناية الحاذق هو الماهر في صنعته العارف غوامضها ودقائقها من حذق تضرب وعلم حذقا وحذقا فهو حاذق فلا ضمان على حجام وطبيب وختان وبيطار وهو طبيب الدواب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم بهذين الشرطين أن يكونوا ذوي حذق في صنعتهم بشهادة معلميهم بالحذق وإجازتهم لهم بالمباشرة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحله أن يباشر العلاج والثاني أن لا تجني أيديهم بأن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن ومفهومه أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا ما حصل من الجناية بسبب العلاج لأنه لا يحل لهم مباشرة الفعل إذن وقد استدل الفقهاء على ذلك بما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ظامن وقد نقل العلماء الإجماع على تضمين الطبيب الجاهل وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفه أو مات بسببه مثل أن يزيد عليه في البنج أكثر مما يستحق أو أعطاه إياه قبل أن يعرف ما يتحمله بدنه أو تعدى الطبيب الأسنان إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المريض ونحو ذلك فإنه يضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال وقوله وهي لازمة أي إن الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تملك المؤجر الأجرة وتملك المستاجر المنافع فلا يمكن فسخه إلا لسبب لأن الإجارة عقد معاوضة فكان لازما كالبيع ولأنها نوع من البيع فليس لحده ما فسخها بعد انقضاء خيار المجلس أو خيار الشرط إن كان خيار إلا لعيب تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت العجرة ولم يكن المستاجر علم به حال العقد فإن له الفسخ قال الموفق وغيره بغير خلاف إلا إذا كان العقد على موصوف في الذمة كدابة يركبها لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر إبدالها لأن العقد لم يتعلق بعينها وإلا فللمستاجر الفسخ وعلى هذا فإذا فسخ المستاجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة والأجر لازم له ولم يزل ملكه عن المنافع كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه قال البعلي رحمه الله وتنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع ماء لا بجنون أو موتي من له وارث ولهم الفسخ باتفاقهما يقول الشارح فوزان قوله تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع ماء أي تنفسخ الإجارة بالأسباب الآتية أولا التلف أي تلف العين المعقود عليها كدابة وعبد مات أو دار إن هدمت لأن المنفعة تزالت بالكلية لكن إذا كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القصد من الأجرة هكذا هذا إذا كانت الإجارة على عين معينة كسيارة بعينها فإن كانت العين المؤجرة موصوفة في الذمة كان يستأجره ليحمله إلى مكة مثلا وتعطلت السيارة لم تنفسخ الإجارة وعليه بدالها فين عجز أو امتنع فللمستأجر الفسخ الثاني الإتلاف أي إذا حصل من المستأجر إتلاف للعين المؤجرة انفسخت الإجارة على ما تقدم ويضمن المستأجر ما أتلف من العين الثالث غرق الأرض فإذا استأجر أرضا لزرع فغرقت بأن زاد النهر مثلا أو المطر ودام فيها فلم يمكن الانتفاع بها انفسخت الإجارة لأن المقصود بالعقد قد فات فأشبه التلف رابعا انقطاع ماء فإذا استأجر أرضا لزرع فانقطع ماءها انفسخت الإجارة لما تقدم وقوله لا بجنون أو موت من له وارث أي ولا تنفسخ الإجارة بجنون المؤجرة والمستأجر لأن الإجارة متعلقة بالمنفعة ولا تنفسخ أيضا بموت راكب استأجر الدابة يركبها إذا كان له وارث يقوم مقام في استيفاء المنفعة لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الراكب لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله وإنما ذكر الراكب لتقدر به المنفعة كما لو استأجر الدابة ليحمل عليها هذا الحمل المعين فإن له أن يحمل عليها حملا آخر يماثلها ولا تنفسخ الإجارة ومفهومه أنه إن لم يكن له وارث انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة فإن مات المتعاقدان أو أحدهما لم تنفسخ الإجارة وتنتقل إلى ورثتهما لأن العقدة متعلق بمنفعة العين المؤجرة وقوله ولهم الفسخ باتفاقهما أي وللمؤجر والمستأجر فسخ الإجارة باتفاقهما على الفسخ لأن هذا شأن العقود اللازمة لكن إن مضى مدة فعلى المستأجر أجرت ما مضى قال البعلي رحمه الله وبخوف عام مانع من النفع ولو تجاوز المسافة أو زاد لازمه ما سمى وأجرة مثل للزائد وضمان العين انتلفت قال الشارح الفوزان قوله وبخوف عام مانع من النفع أي ولهما فسخ الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من استيفاء المنفعة كان يحصل خوف في المكان الذي فيه الدار المستأجرة أو تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك فيثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب منع المستأجر استفاء المنفعة فأثبت الخيار ومفهوم كلامه أنه إن كان الخوف خاصا بالمستأجر مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجر أو وقوفهم في طريقه لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه فلم يمنع ذلك وجوب الأجرة عليه كما لو تركه اختيارا وقوله ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى وأجرة مثل للزائد أيوة إن استأجر دابة أو سيارة إلى موضع معين حدد بالمسافة ثم زاد فوق المسافة فعليه الأجرة المسمى لاستفاء المعقود عليه متميزا عن غيره وعليه أجرة المثل للزائد من المسافة لأنه متعد بذلك فهو كالغاصب وكذا لو اكتر دابة لحمل شيء ثم زاد عليه مثل أن يكتريها لحمل أربعة أكياس فحمل ستة فحكمه حكما استأجر إلى موضع فجاوزه في وجوب الأجر المسمى وأجر المثل لما زاد وقوله وضمان العين انتلفت أيوة على المستأجر الذي تجاوز المسافة أو زاد في الحمل ضمان الدابة مثلا انتلفت انتلفت فيدفع قيمتها سواء انتلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة لأنه متعد أشبه الغاصب لأنه انسلمها لمالكها ليسقيها أو يمسكها فتلفت في يده فلا ضمان على المستأجر ما لم يكن ما لم يكن تلفها في يد مالكها بسبب تعبها ونحوه فالضمان على المتعدي قال البعلي رحمه الله وهي أمانة فيقدم قوله في نفي للتفريط وقول المؤجر في الرد وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد قال الشارح فوزان قوله وهي أمانة أي إن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر لأن العين في يده برضى مالكها فإذا تلفت في يده بلا تعد ولا تفريط كدارن هدمت ودابة ماتت ونحو ذلك فلا ضمان عليه لأن ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس قال أحمد في من يكره الخيمة إلى مكة فتصرق من المكتري أرجو أن لا يضمن وكيف يضمن إذا ذهب لا يضمن وقوله فيقدم قوله في نفي للتفريط هذا تفريع على كون المستأجر أمينا والعين بيده أمانة فيقدم قول المستأجر في نفي التفريط والتعدي لأنه أمين ائتمنه رب العين ونزله منزلة نفسه والأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان وقوله وقول المؤجر في الرد أي يقدم قول المؤجر في رد العين المؤجرة ولا يقبل قول المستأجر إلا ببينه لأنه يدعي خلاف الأصل ولأن المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالعامل في المضاربة وقوله وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد هذه مسائل لم يجزم فيها المصنف بقول معين المسألة الأولى إذا اختلف في قدر الأجرة فقال المستأجر أجرتني الدار سنة بثمانية آلاف ريال وقال المؤجر بل بعشرة فقيل إذا اختلف أتحالف كالاختلاف في ثمن المبيع ويبدأ بيمين المؤجر فيحلف أنه ما أجرها بثمانية بل بعشرة ثم يحلف المستأجر أنه ما استأجرها بعشرة بل بثمانية لأن الإجارة نوع من البيع فإذا تحالف قبل مضي شيء من المدة فسخاء العقد ورجع كل واحد منهما بماله وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت العقد والقول الثاني أن القول قول المستأجر لأنه منكر للزيادة في الأجرة والقول قول المنكر والأول أظهر لأن الإجارة نوع من البيع قال الموفق هذا هو الصحيح وقال صاحب البلغة على الأصح المسألة الثانية إذا اختلفا في المدة فقال المؤجر أجرتكها سنة بعشرة آلاف وقال المستأجر بل سنتين بعشرين فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره فإن قال أجرتكها سنة بعشرة قال بل سنتين بعشرة تحالفا لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض فكان كما لو اختلفا في العوض مدة اتفاق المدة المسألة الثالثة إذا ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده أو أن الدابة شردت أو مات وأنكر المؤجر فعن أحمد روايتان إحداهما أن القول قول المستأجر لأنه مؤتمن على العين المؤجرة فأشبه المودع وليس عليه أجره إذا حلف أنه من تفع بها لأن الأصل عدم الانتفاع الثانية القول قول المؤجر لأن الأصل سلامة العين المؤجرة والأول أظهر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد